بسم الله الرحمن الرحيم معكم عنا حسين وحنا الان في المرحلة رقم اربعة من البحث عن السوق وتحليله في المرحلة السابقة اللي كانت بصراحة مهمة جدا وتكلمنا عنها مطولة شوي علشان تعملوها والمفروض انتو عملتوها المفروض عندكم ملف اكسل جاهز في ووركشيتز كثيرة وكلها فيها كلمات دلالية سوبر وكلمات related تابعة لها واذا لاحظتم احنا ما حكينا اختار وما حكينا والله الكلمة هاي احسن من هاي او ابدا ما تكلمنا عن هذا الموضوع ابدا فقط وضعنا الكلمات بالطريقة اللي حكينا فيها ان شاء الله لم نختر شيء بعد وانا متعمد ان اعمل هيك علشان الدرس تبع اليوم نحكيه ونعرفه الان المنافسين وتحليلهم كلمة وحيدة بحب احكيها دائما لان هاي بشوفها كثير من الناس بيعملوها لا تعقد الامور الموضوع فعلا مش معقد وما بده تعقيد الناس اكبر غلطة بشوفها بصراحة هي انهم بينتهوا قبل ما يبدأوا بيجلسوا فترة طويلة يبحثوا عن كلمات ما فيش حدا في الدنيا بيعرفها كأنه يعني الكلمات هاي موجودة على اساس وبيدوروا وبيبحثوا وبيبحثوا لحد ما يصيبهم الملل واليأس وما بيكمله وكثير بيجيني تعليقات وكثير بيجيني اسئلة وكثير بيجيني كلمات عن هذا الموضوع انه انا فعلا اتعبت مش قادر الاقي كلمة سهلة كلمة حلوة اقدر انافس عليها علشان هيك احنا ما اخترنا لانه ما بديكم توصلوا له هاي المرحلة بدياكم تبحثوا عن المنافسين بدون كلمات انسوا الكلمات انسوا الكلمات وانسوا اي كلمة نستخدم احنا اسلوبنا مختلف ما بدي اياك تعتمد على كلمات دلالية وتدور على منافسين لهذه الكلمات بالذات واذا سهلة اوكي اذا مش سهلة انسى انا ما بحكي انه غلط بس احنا اسلوبنا حاليا مش هيك إحنا أسلوبنا حاليا مش هيك أبدا الآن بدي أحكى عن ثلاث نقاط مهمة ضروري دائما تكون في بالنا وإحنا بنبحث أو بنحلل المنافسين تبعيننا أول نقطة تذكر دائما أنه هدفنا من هاي العملية إحنا اللي بنعمله الآن اللي هو جزء من أسلوب الربح من هذا الموقع جزء اللي هو الزوار جوجل على المدى الطويل وفيه جزء ثاني حكيت لكم في هاي الدورة أو هاي الكيس الصدي اللي هو زوار صفحتنا على الفيسبوك الآن في هذا الجزء إحنا هدفنا الوحيد زوار محرك البحث تمام؟ هذا هو هدفنا إنت ما تجعل هدفك الرانك أو الترتب في جوجل أو في محرك البحث مش هذا هدفنا إحنا مش مهم أنا عندي أترتب أنا المهم يفوتني زوار يا هاني الكلمتين وحدة لا مش وحدة كل مواقع حاليا كلها أول إشي بدأت مش بالترتب بدأت بدخول الزوار الزوار يدخلوني من أماكن من عفوا من كلمات مش من أماكن لأنني أنا عارف إنه هو المحرك البحث من كلمات بحياتي ما استهدفتها من كلمات لا أعرف ما هي إلا بعدما لما شفت التحليل طبعا الأناليتكس بعدين بترتب أنا فيما بعد إذن هدفي الأول إنه يدخلني زوار مش إني أترتب تمام؟ إلا أنا اللي بدي يحكيلي طب طب كيف كيف يدخلك زوار بدون ما تترتب على كلمتك المستهدفة كلمة واحدة فقط الكلمات الطويلة طويلة الزي الكلمات اللي محدد جدا ماذا يريد الباحث علشان هيك إحنا منطلع فيها من دون ما نتعمد ذلك طبعا في هاي الدورة أنا حتعمد ذلك وحتشوفوا كيف هتعمد ذلك لما أستهدف الكلمات في المقالة ونبحث عن المنافسين لكن مش كلمة الرئيسية اللي أنا بنيت عليها مش كلمة السوبر بل الكلمة التابعة لهذه السوبر بل وكلمة غير موجودة أصلا في التابعة أيضا هي أيضا يترتب عليها يعني إحنا ممكن نترتب علي كلمات أصلا ما خطرناها وأصلا ما حطناها في نفل إكسل وعمرنا ما شفناها وهذه هي الكلمات اللي بتجيب زوار فإذن وإنت بتدور الآن وإحنا منحلل هدفنا هو زوار محرك البحث مش هدفنا أن نترتب في جوجل دائما نخلي هذا الموضوع في بالك كلمتنا المستهدفة الكلمة المستهدفة اللي هي الرئيسية تبعتنا مش هدفنا منها أنه نترتب فيها بالذات في جوجل لأ طبعا ياريت لو صير هيك بس مش هو ده هدفنا هذا على المدى الطويل إن شاء الله حنوصله لكن هدفنا أنه نترتب على long tail keywords اتنين النقطة التانية اللي لازم تكون في بالك وإحنا منحلل من أهم المعايير اللي بتهم محرك البحث حاليا هو تاريخ الكلمة مع الزائر نعم تاريخ الكلمة مع الزائر هذا شيء مهم جدا تاريخ الكلمة مع الزائر إيش يعني بقصد أنا في التاريخ؟ بقصد إنه الشخص لما يبحث عن كلمة معينة الشخص لما يبحث عن كلمة معينة واختار خيار أو نتيجة معينة الآن لو في من هذا الشخص أعداد كبيرة عملوا نفس الإشي جوجل حتفهم إنه والله هذا الخيار هو أحسن نتيجة لهذا البحث شفتوا التاريخ؟ يعني جوجل حيعرف إنه هذا النتيجة الناس كثير من الناس بتختارها على هاي الكلمة بالذات إذن هاي هي فعلا أفضل نتيجة فهي معيار مهم لجوجل تاريخ الكلمة مع الزوار لازم وإحنا من حل المنافسين نفهم هذا الموضوع هل المنافس هذا فعلا؟ جوجل رتبه بهذا السبب ولا في أسباب أخرى؟ هاي الأمور اللي حنشوفها بإذن الله تعالى في هذا الفيديو والفيديو القادم من هذه المرحلة أوكي؟ الآن كمثال بسيط وإشي طبعا مهم على التاريخ مثلا الفنان هاني حسين مثلا وأنا طبعا بعملها اللي أنا جربتها يعني أوكي طيب زي ما أنتوا شايفين جوجل فهم بالضبط إنه أنا ببحث عن معلومات أو عن الفنان هاني حسين الفنان المصري أوكي شايفين كله كل النتائج اللي بتطلع كله هاني حسين بينما لو شلت كلمة الفنان ودورت على هاني حسين شايفين طلع موقعي ننظر ون الآن ليش؟ لأني أولا أولا أنا حكيت لجوجل يا جوجل أنا سابقا بحثت عن هاي الكلمة والنتيج اللي بالنسبة إلي صح يعني المناسبة لبحثي هي هاني حسين دوتكم فبالتالي جوجل عرف إنه هاني حسين دوتكم هو النتيجة الصح لهذه الكلمة بالنسبة إلي أنا كباحث بالإضافة إنه هاي اللينك أصبح يعني جوجل عرف إن أنا قبلا سابقا ضغطت على هاي فبالتالي ظهر لي إياها الآن في ناس بحيه لك أنت لازم لما تبحث تعمل وتبحث عن الويندو المخفية أو تبحث كأنك شخص متخفي لكن الناس ما بتعمل هيك صح؟ مش إحنا بدنا زوار زوار دول الناس طبيعيين الزوار ما بيعملوا هيك وبالتالي هاي الأمور مهمة الشخص اللي بحث عن سوق معين وضغط على كلمة أو على لينك أو على نتيجة معينة في موقع معين بالنسبة لجوجل تاريخ هاي الكلمة ومرادفاتها السيرتش انتنت متذكرينه السيرتش انتنت في الدرس السابق ستكون أفضل لهذا الموقع إذن تاريخ الكلمة مهم لجوجل مهم لمحرك البحث وهي أكبر دليل أنا شلت كلمة واحدة فقط وطلع لي أغلب الأمور هاني حسين اللي هو أنا عدوا لهم كلمة أنا شايفين يوتيوب تبعي الفيسبوك تبعي الربح من انترنت هاي الجوجل بلاس تبعي شايفين تسويق معاني برضو هاي الصفحة تبعتي بينما قبل قليل ولا صفحة بالنسبة اللي ظهر إلي مع انه يعني من مرادفات صح الفنان هاني حسين وكتبت هاني حسين افرض أنا بقصد هاني حسين الفنان جوجل ما عرفش هيك أو بالأحرى جوجل مش انه ما عرفش لا جوجل عارف أنا شو بدي وبين لي اللي أنا بديه لأنه سابقا أنا عملت هذا الموضوع أتمنى انكم فهميني واللي مش فهمني يسمعني مرة تانية يعني يرجع لورا شوي بال ويسمع مرة تانية تمام؟ فتخيل الكلمة أخرى مش هاني حسين أنا بتكلم عن إشي ثاني بس التنتين سيرتش انتنت يعني صح؟ يعني هاني حسين أنا بدور على الفنان هاني حسين وهي نفسها لكن جوجل بيعرفني أنا مثل ما بيعرف الناس وعارف أنه أنا قصدي لا أنا قصدي هاني حسين اللي هو أنا مش قصدي هاني حسين للفنان تمام؟ أحبب أن تحط هذا المثال أعتقد أنه حيكون يعني أوضح بالنسبة لكم عشان تفهموه فتاريخ الكلمة مع الزوار مهم جدا فلما نبحث عن المنافسين رجاءً نهتم بهذا الموضوع دائماً في بالنا هذا الموضوع المنافس الأول هذا هل ظهر لأنه جوجل عارف أنا شو بدي؟ ولا ظهر لأنه فعلاً يستحق أنه يظهر منكز أول لأنه صح هو هذا اللي بده إياه شفتوا الفرق؟ فيه فرق كبير فرق كبير قبل قليل هانيحسين.com لم يظهر فلا نتيجة نرد نعيدها مرة تانية نكتب عربي بس معلش شايف؟ مع أنه بحكي لكم الـ search intent هو واحد شايفين؟ مفيش هانيحسين.com مفيش هانيحسين.com مش موجود طب إيش اللي اختلف بالنسبة لجوجل؟ شايفين؟ إيش اللي اختلف؟ اللي اختلف أنه أنا سابقاً لم أكتب الفنان هانيحسين وضغط على link شايفين مفيش ولا link visited يعني مفيش وبالتالي جوجل لم يعرف أنا إيش قصدي هل أنا قصدي هانيحسين الفنان ولا قصدي هانيحسين اللي هو دايماً بيعمل عليك لك جوجل معرفش مهم جداً هاي النقطة برضو تكون في بالنا أنا آسف حكيت عنها كتير بس عشان نفهمها تمام ثلاث نقطة ثلاث أي بحث حالياً مهما يكون أي بحث حالياً أي شخص بدخل على جوجل وبيبحث أول نتائج في جوجل هي مواقع authority نقطة انتهى مفيش مجال وبالتالي إذا أنت بدك تدور على كلمة كلمة معينة keyword وبدك تلاقي نتيجة سهلة وتحاول تطلع عليها والله ومش لاقي مش هتلاقي ممكن تلاقي كلمات بس كلمات لن تجلب لك عدد الزوار اللي إحنا بدنا إياه لموقع AdSense فهمين؟ مش هتلاقي كلمات لموقع AdSense كبير بده زوار كثير بده يترتب على كلمات أعداد أعداد خمسمية وألف وألفين وثلاثة وخمسة ألاف كلمة وهذا مش كثير أنا عملته سابقاً سهل يعني مش كثير بس هو بده long term يعني تصبره معه وتعطوه وقته يعني فإذا أنت بدك تعتمد على أنه بدي أجد كلمة وأترتب في هاي الكلمة انس الموضوع لأنه جوجل أي بحث بيطلع أول إشي المواقع الأثورتي المواقع اللي هو عارف إنها موثوقة جداً وحتحط محتوى الشخص الباحث يحبه ممكن تحط محتوى الشخص الباحث ما يحبه مثل ما رح فرجيكم بعض الأمثل للفيديو الثاني وإحنا مندور عملياً لكن بالنسبة لجوجل شايف إنه هذا أحسن نتيجة ليه؟ في عدة أسباب هنحكي عنها تمام؟ هاي الثلاث أمور ضروري جداً تكون في بالنا وإحنا مندور دائماً تمام؟ طيب الآن طبعاً أنا الفيديو القادم هعطيكم تشيكليست أنا حسيت إنها هتكون أفضل إشي لإلكم هاي تشيكليست واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة تمشوا عليها وحدة وحدة مع كل المنافسين حتى تحللوهم فمهمة جداً هاي الأمور نعملها حسيت إنه تشيكليست هتكون مفيدة لإلكم علشان تمشوا بشكل منظم وتعرفوا تقرروا إنه تأخدوا الكلمات لأنه ما فيش كلمة إحنا كلمات أو لا أوكي؟ الآن أول إشي وإحنا منحل المنافسين في بعض الأمور اللي لازم برضو نفهمها أولاً نتأكد إنه الكلمة لا يستحيل الترتب عليها يعني ما فيش استحالة نعم في بعض الكلمات استحالة تترتب عليها من غير يعني الكلام استحالة تترتب عليها ليش؟ بسبب السيرج انتنت الآن لو دخلنا على جوجل أي باحث في العالم دخل على جوجل وكتب الأحوال المدنية مثال افرض أنت فعلاً عندك موقع بيتكلم عن هذا الموضوع وعمل سيرج هيطلع الآن بعض المواقع زي ما أنتوا شايفين واضح جداً إنه جوجل فهم مباشرة مع أني أنا زي ما أنتوا شايفين بعمري ما دخلت وعملت كليك على إشي هون يعني ما لهاش دخل بالتاريخ إنه أنا الباحث بقصد مصلحة الأحوال المدنية وطلع لي أين مكانها وطلع لي أرقام تليفونات وهنا قسم لنيوز طبعاً إحنا ما قلنا في النيوز إنه موقعنا ما ليس دخل بالنيوز تمام؟ وأول نتيجة الأحوال المدنية ثانية نتيجة أحوال المدنية واضح جداً جوجل عارف إنه هذا إحنا الباحث يبحث عن مقر حكومي جوجل عارف إنه يبحث عن مقر حكومي وبالتالي هاي الكلمة يستحيل إنك تطلع عنها لأنه جوجل فهم سيرج انتنت فهم إنه الشخص اللي بحث يقصد هذا الموضوع فمستحيل يطلع له إيش ثاني خلص مثل لما تفوت برضو شخصيات مثل لما تفوت وتكتب مثلاً عاد الإمام مستحيل يطلع لك سعيد صالح مستحيل يطلع لك لازم يطلع لك عاد الإمام فيش مجال لكن طبعاً إذا بدك تستفيد من هاي الكلمة إنه زي ما حكيناه لان عاد الإمام لا أكتب أكتب إشي موقف صار مع عاد الإمام ممكن تطلع إنت فيه لكن زي ما تشوفين طلع لي عاد الإمام في قسم النيوز طبعاً طلع لي شكله طلع لي صوره لأنه جوجل عرف أول ليش طبعاً ويكيبيديا لأنه بتتكلم عن عاد الإمام بعدين بدأ يظهر مواقع فإنت بدك تكون مركز أول في كلمة جوجل عارف بالضبط الباحث شو بده فيها انسى هاي كلمة يستحيل الترتب عليها وأنا بقصد ترتب مش إنك تظهر هنا هذا ليو أعتبر ترتب يعني انت مش هيدخلك زوار بشكل كبير هون لأنه واضح جداً أنا لما أدور أكتب عاد الإمام لوحدها كباحث أنا يا أم بدأ شو شكله مش عارفه يعني سمعت عن عاد الإمام بس مين عاد الإمام فيا أم بدأ شو شكله بدي أقرأ عنه معلومات صح؟ لأنه لو بدي أكتر هيك لا بكتب عاد الإمام فيلم الإرهاب والكباب فأنا هيك لا حكيت لهم أنه أنا بدي عاد الإمام بس فيلم كذا 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 على طول جوجل فهم وطلع لي فيديوهات الآن هل من الممكن تطلع أنت مقالة بتكتب عن فيلم الإرهاب والكباب؟ صعب جداً لأنه الباحث حكى لجوجل يا جوجل أنا بدي الفيلم فعلى طول طلع له الفيلم بشايفيني عن الفيلم كامل بالإضافة إلى الفيلم نفسه الكلام عنه ايم تأنتج كامل ايم دي بي تابعه ايم اي سنة ريليس وهكذا في الأسفل طبعاً بتلاقي بعض المقالات ملاحظات حول الفيلم هالكباب مش عارف ايه مش عارف ايه تمام؟ فهي الكلمات أنا بعتبرها من الكلمات اللي يستحيل الترتب عليها فإنساها إنساها أوكي؟ مش خلص إنس الموضوع واضح جداً الشخص شو بده فجوجل مش هيطلع له إشي تاني الكلمات ابتحكي عن شخصيات كلمات ابتحكي عن حكومات يعني وزارة النقل مش هيطلع لك موقعك أكيد هيطلع موقع وزارة النقل يعني فهم علي منظمات حكومية كلمات واضحة مثل اللي إحنا نكتبها الآن كلمات واضحة جداً يعني الشخص الباحث إيش بده واللي بده إياه هذا موجود وهو المصدر الرسمي لهذا الموضوع كمثال أوكي؟ إيش هيطلع له؟ بالتأكيد لأنه هذا هو المصدر الرسمي الوحيد الحكومي اللي بيعلم هذا الموضوع وهو دخل بالميليتري طبعاً وهي له موقع ميليتري دوتكم صحيح فمستحيل تطلع إنت عليه مستحيل أوكي فهمت علي أتمنى أنكم فهميني أتمنى أنكم فهميني تأكد أنه الكلمة لا يستحيل الترتب عليها تأكد من هذا الموضوع يعني ما فيش استحالة لأنه الشخص اللي بكتب ممكن يجد أكتر من مصدر أما الشخص اللي بكتب لو وجد لو هو مصدر وحيد فقط أنت أنسى موضوعك طيب نقطة ثانية حالياً أنا بستخدم فقط أداتين للتحليل وأنا حاولت أنزل قدر الإمكان أنا كنت أستخدم أكتر علشان أسهل عليكم بستخدم فقط أدات SEO Spy Glass اللي كل مرة بكتشف إنها أحسن لما يعني أي أسلوب جديد بعمله بكتشف إنها أحسن في هذا الأسلوب والأدات الثانية هي OpenSightExplorer ليش ما فتحت مش عارف طيب الآن تفتح إن شاء الله OpenSightExplorer أنت فقط أدخل على جوجل إذا ما بتعرف يعني موقع MOZ أكتب OpenSightExplorer وبطلع لك أول نتيجة طبعاً لأنه جوجل برضو حيفهم أنه أنا بدي OpenSightExplorer تمام؟ هذول الأداتين أنا بستخدمهم واللي إحنا هنستخدمهم إن شاء الله رب العالمين النقطة الثالثة المهمة الdomain يختلف عن الصفحة هذا إشي لازم دائماً وأنت بتبحث أو تحلل على المنافسين يكون في بالك دائماً الdomain مختلف كلياً عن الصفحة ممكن الdomain يكون رائع وكبير وجوجل بيحبه وبثق فيه وإله سنوات طويلة بيشتغل لكن في عنده صفحة في عنده صفحة قديمة تتكلم عن موضوع غير مفصل 400 كلمة 300 كلمة ومترتب في جوجل هل هذا يعني لأنه شفنا الdomain رهيب إذن الكلمة يستحيل؟ يعني الكلمة غلط؟ طبعاً لا الdomain يختلف عن الصفحة جوجل بيعطي أهمية كبيرة للdomain authority وبالتالي إذا لم يجد شيء أفضل فهو بالنسبة له لا بدي أضع صفحة لهذا الdomain يعني عشان عين تكرم عيون زي ما بيحكوها اللبنانيين ولا مش عارف مين علشان عين الdomain أوكي ممكن أحط صفحة هاي اللي هي أصلاً لا ترقى لأنها تطلع مركز أول ممكن أحطها مركز أول نعم هذا بيصير مع جوجل فالصفحة تختلف عن الdomain ما تمسكوا الdomain وتحكوا أوه مستحيل لا الصفحة تختلف فعلاً عن الdomain وكل هذا حنشوفه بالفيديو العملي هو الفيديو اللي أسفل هذا الفيديو إن شاء الله رب العالمين اللي بشوف الفيديو اللي بشوفني من اليوتيوب أتمنى تعمل كليك على اللينك في الديسكريبشن وتفوت على المقالة حتى تشوف الفيديو الثاني أحسن ما تدور عليه في اليوتيوب يعني طيب أوكي نشوفكم بالفيديو القادم ونشوف التشيكليست وكيف نبحث عملياً عن المنافسين ونحللهم بشكل كامل ونعرف هل كلماتنا أوكي ولا مش أوكي ترجمة نانسي قنقر